في آخر تطورات الحرب في أوكرانيا قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 12 من أصل 18 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع خلال الليل مضيفة أن موسكو استخدمت أيضا صاروخا من تراج إسكندر أم خلال الهجوم ذو قالت سلطة منطقة دونيسك الأوكرانية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب ستة آخرون خلال قصف روسي استهدف عدة بلدات أوكرانية